بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقصة من لسان يثقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وعز وجل تي غلط في علاقته مع سيد ربي الكريم كيقصر في حق الله سبحانه وعز وجل إنسان في علاقته مع الله كيغفل عن الله تبارك وتعالى ولكن شنو الحل شنو خص هذا الإنسان يدير باش يصلح حالته مع سيد ربي الكريم الحل هو التوبة والرجوع لله سبحانه وعز وجل لذلك الموضوع دينا هو موضوع ديال التوبة إلى الله تبارك وتعالى التوبة هي واحد الحالة لكتلازم الإنسان من البداية دياله حتى النهاية دياله كتلازمه في جميع الأحوال إلا دار عامل مزيان خصويته بالله علاش يتوب لسيد ربي الكريم كيتوب باش ما يكونش حض النفس في هدك العمال ولذلك كان سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما كيسلم في الصلاة كان يستغفر الله ثلاثا ثم كذلك الإنسان حيث كيقوم شي عامل من الأعمال اللي هي كتبا جليلة وكتبا كبيرة وكتبا عظيمة كيتب على الاستغفار حيث كان يكونوا صايمين وربما الإنسان صايم في النهار اللي هو شديد الحر وفي النهار اللي هو طويل تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي فهو إذن يستغفر الله تبارك وتعالى ثم كذلك في مناسك الحج سنسمح بلاده وعطى فلوسه وتحمل المشاق ليل الحاج وتحمل شحام الحجة فتلق أن الله تعالى واستغفروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واستغفروه كما هداكم الاستغفار هو اعتراف بتقصير الإنسان كيقول يا ربير هاتشي اللي في الدهوة هدا بغيتك ياملنا تجاوز على ما كان في هذا العمل من تقصير وما كان من تفريط لأن مولنا سبحانه عز وجل ما نقدروش نعبدوه بشكل مطلوب وما قدر الله حق قدره فحنا كان نعبدوه والعبادة دينا فيها غفلاء فيها نسيان فيها بعد عن الله فيها حض النفس فنستغفروه عز وجل من هاد الأمور هذي كلها ثم الإنسان يستغفروه الله تبارك وتعالى من الدنوب من المعاصي حيث كان نديروه شي معصية وكان نديروه شي دنب خسنا نرجعوه لسي درب بالكريم لماذا لأننا في ذلك اللحظة فاش درنا الدنب نسينا الخالق سبحانه عز وجل استهنب سي درب بالكريم سبحانه عز وجل فرحناه بالمعصية احنا كنخرب العلاقة معاه والإنسان كيفرح بهذا الدنب اللي كيدير وهذه مصيبة عظيمة أكبر المصيبة هو أن يفرح الإنسان بالذنب أكبر المصيبة هو أن الإنسان يفرحه في اللحظة اللي يغفل فيها على سيد درب بالكريم سبحانه عز وجل عامل بحال هذا يستحق التوبة ويستحق الرجوع إلى الله سبحانه عز وجل ثم كذلك حيث يشوف الإنسان نعم دي المولنا اللي يعطيه ونشوفه الكارم دي السيد درب الخيرات اللي يعطنا مولنا سبحانه عز وجل في نفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون في النعم اللي يعطينا في هذه الكون في هذه الكائنة في هذه الخلق كل شيء هذا النعم اللي يعطينا اللي كانت نعموا بها كلها كي نديروا نشكروا على هذا شيء كله فهنام قصرين في حقه دائما نتوب إليه ونستغفره سبحانه عز وجل ولذلك قالنا الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله أمر من الله تبارك وتعالى كلنا نتوبوا له توبة فرضية وتوبة جماعية نتوبوا له لأن التوبة مطية الفلاح توبة يعقبها الفلاح توبة كتجلب الفلاح كتجلب النجاح كتجلب التوفيق كتجلب الخيرات كلها لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن هذا اللي هو ما كيتوبش لسيد ربي الكريم أمر دياله في خطر الله يحفظ قالنا الله عز وجل ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون لما تبش ولما كيبغيش يتوب السيد ربي الكريم ولما كيبغيش يصلح حالته مع الله ولما كيبغيش يتوب الله سبحانه عز وجل هذا من الظالمين ظلم الله عز وجل في حقه بأنه نساه وغفل عليه ظلم نفسه لأنه دار واحد الحاجة للعواقب لأخيبع ظلم الكون وظلم الكائنات وظلم هذا الكون اللي احنا نعيش فيه لأن هذا الكون لا يستحمل المعاصي ولا يستحمل الدنوب الكون كله يذكر الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده كيف أشهد الكون يسبح بحمد الله والكائنات كلها تذكر الله وأنت تعصي الله سبحانه عز وجل ذكر لنا صيد ربي الكريم وذكرنا مولنا بشي قوم ليهما داروا واحد المعصية اعتقادا وقولا وقد تكون المعاصية بالفعل قالنا الله عز وجل باش نشوفه ونستحضروا الجسامة ديلة المصيبة ونستحضروا الخطورة ديلة الدنوب ونستحضروا الخطورة ديلة المعاصي والآثر ديلها لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدها معصية شنو هي العواقب لها يكاد السماوات يتفطرن منه يعني تنفطر السماوات تنشق السماوات ما تبقاش سماوات نهائية ثم كذلك أن الجبال كلها كذلك تشق هات الجبال ويطيح هات الجبال وكذلك هات الأرض هي تشق هات الأرض بسباب هات المعصية فكل مدى الإنسان شيء معصية من المعاصف هذا الكون إلا وهو يسيء إلى كون الله ويسيء إلى كل الكائنات ولكن بالتوبة أن نصلح حالتنا مع الله بالتوبة باش نرجعون السيدين ربي الكريم بالتوبة باش يغفر لنا الله بالتوبة باش يسمحنا الله بالتوبة باش نربحه في الدنيا وفي الآخرة سأل الله تعالى أن يجعله من التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم تبع لنا يا أرحمن الرحيمين ويا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وخ верх اشتركوا في القناة